بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير قطع الأعمال العامة محمد شيمي عددا من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية وخلال اللقاء قدم الوزير عرضا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والسيارات كما قدم شرحا تفصيليا حول موقف تطوير المحالج التابعة لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان وتطرق الوزير إلى الحديث عن مشروع إنتاج البوليستر حيث تم إعادة تشغيل شركة مصر الحريد الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف دام 12 عاما بدوره وجه مدبولي في هذا الصدد بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر مؤكدا لاستعداد لدعم أي توسعات للمصنع المقام أو إقامة مصنع جديد بالشركة مع القطع الخاص وتطرق الاجتماع إلى مشروعات شركة مصر للألومنيوم حيث شدد على ضرورة المتابعة الأرض الواقع لأعمال التطوير التي تتم في المصنع المختلفة